وفي اجتماع موسع حضره المسؤوليون الأمريكيون والأفت الموافق أكد ولي العهد حرص المملكة على دعم استقرار أسواق النفط لكي ننتج المزيد علينا أن نبدأ في الاستثمار من اليوم ولزيادة الاستثمار لا بد أن يكون السعر جيدا لتوفير ما يحتاج إليه السوق وإلا سيرتفع الطلب بعد أربع سنوات في السوق بطريقة جنونية وهذا ما لا نتمناه لأنه لا يصب في مصلحتنا ولا في مصلحة المستهلك ولذا نسعى أن يكون لدينا سوق نفط مستقر لا تكون فيه الأسعار منخفضة أو مرتفعة